تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنية وتبركات من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الأول عالميا في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات هذا نصها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي جلالتكم أن أضع بين يديكم الكريمتين إنجازا جديدا يسجل باسم مملكة البحرين الغالية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن أرفع إلى مقامكم السامي أبلغ التهاني وتبركات بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الأول عالميا في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتكون بذلك قد حافظت على صدارتها في المركز الأول على مستوى دول العالم العربي وفق مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات إن دعم جلالتكم وحرصكم على النهوض بالمملكة في مختلف القطاعات حافزا لنا جميعا على تقديم المزيد من العمل وتسخير الطاقات البحرينية للانتقال من مراحل التأسيس ووضع اللبنات الأولى لقطاع الاتصالات لنصل إلى مرحلة المنافسة عربيا ودوليا بمقاييس عالمية فمملكة البحرين بفضل قيادة جلالتكم سيدي الحكيمة أضحت واحدة من الدول ذات المكانة المرموقة في مجال الاتصالات بفضل سوق الاتصالات المفتوحة للشركات العالمية ومقدمي ومزودي الخدمات وتنشين الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي حفزت روح المنافسة بين الشركات ووضعت ركائزا هوضي بالقطاع سيدي لا يسعني ختاما سوى الدعاء لكم بالتوفيق والسداد ويسبغ على جلالتكم ثوب الصحة والعافية ونعيدكم ببذل كل جهد ممكن لتبقى دائما مملكتنا الغالية في رفعة وتقدم وازدهار أدامك الله لنا قائدا وسندا وللبحرين عزا وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية والاحترام كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وقد بعث صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات هذا نصها سعادة الأخ الفاضي الكمال بن أحمد محمد المحترم وزير المواصلات والاتصالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إليكم بخالص التحيات وأصادق التمنيات بمفور الصحة والعافية مقرونة ببالغ تقديرنا الكبير لكم وللعاملين معكم في حقل المواصلات والاتصالات لما أنجزتموه في ميدان تكنولوجيا الاتصالات من مكانة مرموقة هي موضع تقدير الجميع في المحافل العربية والدولية إن محافظة مملكة البحرين على صدارتها وفي المركز الأول على مستوى أدول العالم العربي لهو الدليل على نجاح جهودكم وجهود العاملين معكم في هذا الاتجاه الذي يشهد له العالم بكل مقايسه وأننا إذ نبارك لكم استمراركم في هذا الموقع المتقدم لنسأل الله لكم توام التوفيق والسداد في خدمة مملكة البحرين العزيزة ودمتم بحفظ الله سالمين حمد بن عيسى آل خليفة مالك مملكة البحرين